انتهت الهيئة المستقلة للانتخاب الأربعاء من استقبال طلبات الترشح التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في جميع محافظات المملكة للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في الخامس عشر من أبل قادم الناتق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني بيّن كيفية تشكيل ومهام مجالس المحافظات الجديدة وأشار أيضا إلى أن الهيئة ستقوم بتطقيق واحتماد طلبات الترشح ونشر أسماء المرشحين الذين تم قبول أو رفض طلبات ترشحهم للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات خلينا نبدأ أولا بمجلس المحافظة اللي رح ننتخبه في يوم خمسة عشر ثمانية هذا المجلس هو ما يعرف باللا مركزية مجلس اللا مركزية هذا المجلس يضاف إلى مجلس آخر موجود الآن في كل محافظات الأردن هو المجلس التنفيذي والمجلس التنفيذي يتشكل من قبل الحكومة ويرئسه المحافظة الآن نحن سننتخب مجلس آخر هو مجلس المحافظة وهذا المجلس سينتخب الرئيسا له ووظيفة هذا المجلس هي إقرار الخطط والمشاريع التنموية والخدمية في المحافظة وإقرار موازنة المحافظة التي يعدها وكذلك الخطط التي يعدها المجلس التنفيذي هذا بالمجمل القضيتان الأساسيتان التي يتعامل معهما مجلس المحافظة هما القضية الخدمية والقضية التنموية ولا شيء آخر يعني هو ليس بالمجلس الإداري أو المجلس التشريعي أو الرقابي أو السياسي هو مجلس يختص بقضيتين فقط هما قضية الخدمات وقضية التنمية الآن فيما يتعلق بالهيئة المستقل الانتخاب الهيئة تطبق قانون والهيئة تقوم بإجراءات من أجل تطبيق هذا القانون نحن الآن نطبق واحدة من أهم المراحل الأساسية في العملية الانتخابية وهي مرحلة اعتماد طلبات الترشح وهذه العملية كما قلت مهمة جدا السبب في ذلك أننا سننتخب هؤلاء الأشخاص الذين يترشحون الآن ولكن قبل أن نوصلهم إلى يوم الاقتراع علينا أن ننظر في هذه الطلبات لأن القانون يشترط في من يترشح جملة من الشروط وأيضا هناك متطلبات مهمة يجب أن يستوفيها كل شخص يرغب بالترشح لهذه المجالس الثلاث أقصد المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات نحن الآن في اليوم الأخير من أيام الترشح وهي مدة قانونية ثلاثة أيام فقط من ثلاثة إلى خمسة تموز اليوم تنتهي مع نعاية الدوام هذا اليوم الثالث المدة بشكل عام تنتهي واعتبارا من يوم غد تبدأ الهيئة بالنظر في الطلبات وإجابة من يرفض طلبهم الهيئة ستجيب بشكل شخصي وخطي وستبرر الرفض وبحيث يكون بإمكان الشخص صاحب الطلب المرفوض أن يطعن بقرار الهيئة لدى المحكمة وسيكون قرار المحكمة ملزما بالنسبة للهيئة وصولا إلى الجداول النهائية أو الجدول النهائي للمترشحين المتوقع أن يكون جاهزا نهاية هذا الشهر طبعا بحب أن نوه إلى نقطة أنه حتى الناخب العادي مدامه مسجلا في الجدول النهائي للناخبين يحق له أن يطعن بترشح هذا الشخص أو ذاك وبالتالي الجداول ستكون جاهزة بعد أن تمر بمرحلتي التنقيح والتدقيق والطعن وتنتهي مع نهاية هذا الشهر رئيس فريق الرقابة على الدعاية الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب سلطان القضاء أوضحت تعليمات التنفيذية النظيمة لحملات الدعاية الانتخابية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات مؤكدا أنه تم مرض ثلاث مخالفات مع ثالث أيام بدء الحملة الدعائية مرحلة الدعاية الانتخابية هي أحد مراحل العملية الانتخابية وتبدأ عملية الدعاية المسموح بها اعتبارا من ثلاث السبعة الذي هو أول يوم للترشح وتنتهي عملية الدعاية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع فيما يعرف بالصمت الانتخابي وهذا الصمت الانتخابي الغاية منه أعطاء الناخب حرية الخيار بدون تأثيرات من الدعاية الانتخابية نهيب بالأخوة المترشحين الالتزام بقواعد حملات الدعاية الانتخابية تجنبا لعمليات الإزالة التي قد يتعرض لها الدعاية الانتخابية المخالفة حيث حذرت تعليمات عليهم التعليق على الإشارات المرورية وإغلاقها أو التعليق على الشواخص المرورية أو المباني الحكومية والأسوار التي تعود للمؤسسات العامة أو استخدام الصور الملكية وشعار الدولة الرسمية في الدعاية الانتخابية أو بث أي خطابات أو بيانات تضمن خطابات جهوية أو عنصرية أو فئوية تؤثر على أمن واستقرار الوطن فبالتالي كهيئة مستقلة للانتخاب لدينا مراقبين ميدانيين على مستوى الدوائر في جميع أنحاء المملكة مهمتهم رصد الدعاية الانتخابية المخالفة وإزالة الدعاية الانتخابية المخالفة هي على الجهات ذات العلاقة ممثلة بالبلديات وزارة الأشغال أو آمنة عمان الكبرى ولدينا في الهيئة المستقلة للانتخاب ضباط ارتباط للجهات ذات العلاقة مهمتهم إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة أينما وقعت حقيقة إحنا رصدنا دعاية الانتخابية مخالفة قبل الفترة المسموح فيها حيث تعاملت الهيئة المستقلة للانتخاب مع 28 مخالفة قبل بدء الدعاية الانتخابية المسموح فيها وتم إزالتها بالكامل من بدء الدعاية المسموح فيها لحد هذه اللحظة اللي هو اليوم الثالث لأيام الترشح تعاملنا فقط مع ثلاث مخالفات للدعاية الانتخابية وتم التعامل معها من قبل الكوادر وكانت الهيئة قد نشرت جداول الناخبين النهائية على موقعها الإلكترونية لغاية الاستعلام كما وفرت عددا من وسائل المساعدة المجانية ليتمكن الناخب من معرفة مركز الاقتراع الخاص به محمد الفائز الحقيقة الدولية